في هذا الجزء سوف نتحدث عن ما معنى أن تكون نجم أن تكون نجم دايماً يعني أنت مرتبط في شيء معين عطني اسم أي نجم إلا تلقاه ارتبط في شيء معين يعني مثلاً لما أذكر حمد بن جاسم على طول بيجي في بالك سياسة لما أذكر ميسي كرة قدم لما أذكر دكتور حمود ترفيه لازم يجي في بالك شيء أي شخص نجم نجوميته مرتبطة بشيء إما فالقانون الأول يجب أن تكون متخصص أيضاً معنى أن تكون نجم أن يكون لك تركيز كامل في رسالتك لا تتشتت وتضيع عن أهدافك وتغرك الدنيا وتنشغل وكذلك أن تكون نجم يعني أن تكون إنسان ذو جودة عالية في مجالك وتخصصك أنت الأول لا تقبل أن تكون حتى رقم اثنين والنجومية التي نطمح لها ليست النجومية المحلية أو نجومية السوشيال ميدا أو نجومية الإعلانات وإنما النجم العالمي الذي يكون رقم واحد في مجاله الذي يؤثر على الآخرين فهي لنتعرف على بعض الأفراد ترجمة نانسي قنقر